تم القبض على اليوتيوبر الشهيرة صحبة الفيديو الموشين لأطفالها على اليوتيوب والتفاصيل جديدة معنا تفاصيل جديدة وصادمة كشفتها وقعت قرار النيابة العامة بالقبض على اليوتيوبر الشهيرة نشرت فيديو موشين لأطفالها عبر قناتها على اليوتيوب اعترفت خلاله بوجود علاقة جنسية بين طفليها تبين أن السيدة التي تبتقين في منطقة الخصوص بالأليوبية نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن خلافتها مع طلقها وذكرت أنه من بين تلك الخلافات اختلاف وجهتين نظر كل واحد فيهم حول تربية أبنائها واستدلت بواقعة مشينة حالست بين اتنين من أبنائها وعترفت اليوتيوبر خلال الفيديو وبدون مراعاة لأي حرمات أو خصوصيات بأنها ضبطت ابنها بيمارس أفعال مخلة مع أخته في غرفة النوم وأنها ضبطته عاليا تماما بجوارها مضيفة أنها أبلغت طليقها بذلك وقت ما كانوا متجوزين يعني ما كان شلسة طلقها وهو لم يهتم بالأمر وكمان حولت أنها تشهد على الكلام ده ولادها الاتنين الصغيرين كانوا قاعدين جنبها في الفيديو وكمان ده كان قدام المشاهدين والمتابعين وتبين أن السيدة تدعى هبة سيد عندها قناة اسمها أم زياد وهبة تنشر مقاطع خاصة واعترفت في أحد فيديوهاتها بأنها تطلقت من زوجها الأول بعد 18 سنة زواج وتزواجت من واحد تاني كانت بتحبه وكمان قلت أنها دلوقتي بقت حامل قاتل المتابعين وتعيش معاه عيشة سعيدة ومرفها من جانبه طليق اليوتيوبر نشر فيديو أو لايف مع أولاده بنته وابنه وقال فيه أن الأم بتقولي الكلام ده وابتدعي الكلام ده وكلام ده مش صحيح علشان خاطر الولاد مش عايز أنها مش راضين على الجوازة اللي اتجوزتها على الراجل اللي هي اتجوزته بعد ما اطلقت من والدهم وأنه هو أخذ بنته اسمها حبيبة ورحل طبيبها متخصصة علشان تفحصها طبيا وأثبتت أنها سلامتها من أي أحد الزيادات جنسية وأنها البنت سليمة تماما وكمان قال إن طلقتوا حاولت الانتقام من أبنائها الكبار عشان هم مش راضين على الجوازة زي ما قلت فقالت الكلام ده وكمان أشرف فرحات المحامي مؤسس حملة تطهير المجتمع قدم بلاغة اليوتيوبر وأن السلطات ألغت القبضة عليها وبحاوزتها جهاز حاسوب آلي واتنين هاتف محمول ويتم تفريق محتوياتهم وقال إن المحامي اليوتيوبر أرسلت سخت واسع بعد نشرها الفيديو الموشين دوت بحق أبنائها وداعيا إلى أحلتها المحاكمة بسبب المحتوى الفاضحة بتقدمه خاصة إنها استعانت بأطفالها الصغيرين يشهدوا على ما أقلته من ألفاظ خادشة طبعا لأجل زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح طائلة وقال إن اليوتيوبر الحاجة اللي عليتها دي انتهاك لحقوق الطفل وبيعاقب عليها القانون وأن العقوبة المنتظرة لها هي السجن بين ثلاث وسبع سنين والغرامة كمان وجهة النيابة العامة المصرية أمرت بضبطه إحدى اليوتيوبر بعد نشرها الفيديو الموسيق وذكرت النيابة في بيانا رسمي مساء الأربعاء إنها رصدت تداول مقطع فيديو لسيدة تحدث في عن اكتشافها لإقامة أحد أطفالها علاقة جنسية مع أخته كان منذكرت في الفيديو إنها شهدت محصة على الهاتف بين ابنها وبين يوتيوبر آخر في كلام يعني خارج خالص ومسحش إنه يتقال من ابنها وكمان وشهدت على كده الأطفالها الصغار وقالت النيابة إنها تلقت بلاغ من المجلس القامل الأمومة والتفولة يتضمن نشر المتهمة الفيديو على قناتها على يوتيوب ومع تاتة من أطفالها اللي استنتقت اتنين منهم على الوقع بتحقيق النساء مشاهدات عالية وتحقيق أرباح طائلة ومتهمين تماما متهم السيدة بهدك العرض والإتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وأيضا وأوضحت النيابة إنها تطلعت على المقطع وسألت مشرف بخط نجلة التفل بالمجلس عن مدمون البلاغ وتفاصيلاته طلبت تحالية الشرطة حول الوقع وتحديد هوية المتهمة في دوق المعلومات اللي بتضمنها بلاغ مجلس القومي لأموم وطفولة حول اسمها ورقمها تفهم حل إقامتها وأمل بدبطها وإحضرها لاستجوابها